لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها موقع أنا السلافي الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء قال الإمام ابن كثير رحمه الله روى الإمام أحمد عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة ذكر نحو جنازة رجل من الأنصار قال وفيه حتى إذا خرج الروح روح المؤمن صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء وفتحت أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله عز وجل أن يعرج بروحه من قبلهم من شدة الترحيب بهذه الروح أن الملائكة يدعون الله عز وجل أن يعرج به ويصعد بروحه من هذا الباب الذي هم عليه وفي آخره يعني في الفاجر في الكافر ثم يقيد له أعماء أصم أبكم وفي يده مرزبة لو ضرب بها جبل لكان ترابا فيضربه ضربة فيصير ترابا ثم يعيده الله عز وجل كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين نعوذ بالله نعوذ بالله أعماء أصم أعماء أصم أبكم مخلوق الله أعلم بهذا المخلوق من أي شيء قال البراء ثم يفتح له باب إلى النار ويمهد من فرش النار يمهد أو يمهد له يعني يكون مهادا له وهو ما يكون تحت الإنسان عند النوم نعوذ بالله من النوم ونعوذ بالله من عذاب القبر وقال سفيان الثوري عن أبيه عن خيثمة عن البراء في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بالقول الثابت في الحياة الدنيا قال عذاب القبر حين زلت الآية في عذاب القبر وروا المسعود عن عبد الله قال إن المؤمن إذا متى أجلس في قبره فيقال له من ربك ما دينك من نبيك فيثبته الله فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقرأ عبد الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وروا الإمام عبد بن حميد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرعن عالهم هذا دليل على سماع الأموات والصحيح في هذا أن الأموات يسمعون في قبورهم ما ورد به الدليل والأصل أنهم لا يسمعون غيره لقول الله عز وجل وما أنت بمسمع من في القبور فظاهرها تشبيه الكفار بمن في القبور ولا يصح أنهم لا يسمعون ولا يفهمون ولا يستديبون مع صحة الآلة مع صحة الحاسة لا يصح الاستعمال إلا مع كون من في القبور لا يسمعون والله أعلى وعلم هذا مما ورد به الدليل أنه يسمعه الميت وإنه لا يسمع قرعن عالهم وهذا مما استدل به جمهور العلماء على أنه يلوز أن يمشي بين القبور بالنعال وأن حديث صاحب السبتيتين صاحب السبتيتين إخلص سبتيتيك إنما هي في نعال عليها شعر غالبا كان من يلبسها يعني يتكبر فيها في وقتهم الله أعلى وعلم أو يحمل الأمر على الاستحباب هو خلع النعال وبعض العلماء قال السبتية فقط التي عليها شعر هي التي يؤمر بخلعها بعضهم قال خلعن على الاستحباب وهذا الحديث يذل على الجواز قال فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل قال فأما المؤمن يقول أشهد أنه عبد الله ورسوله قال فيقال له انظر إلى مقعدك مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة قال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فيراهما جميعا قال قتاده وذكر لنا أنه يفسح له في قبره سبعون ذراعا ويملأ وعليه خضرا إلى يوم يبعثون اللهم اللهم افسح لنا في قبولنا واملأها علينا خاضرا إلى يوم يبعثون ويملأ عليه خاضرا إلى يوم القيامة استغفر الله رواية تانية وعبود ثانية يقول لهنا ويملأ عليه خاضرا إلى يوم القيامة رواه مسلم وأخراجه النسائي وروا الإمام أحمد عن أبي الزبيد أنه سأل جابر بن عبد الله عن فتاني القبر فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فإذا أدخل المؤمن قبرة وتولى عنه أصحابه جاء ملك شديد الانتهار قلنا الانتهار يعني النحف الشدة في الكلام فهذا شديد الانتهار فيقول له ما كنت تقول في هذا الرجل وهذا من فتنة القبر أنه لا يقول له ما تقول مثلا في رسول الله بليقول في هذا الرجل فيقول المؤمن أقول إنه رسول الله وعبده فيقول له الملك انظر إلى مقعدك إلى مقعدك الذي كان لك في النار قد أنجاك الله منه وأبدلك بمقعدك الذي ترى من النار مقعدك الذي ترى من الجنة فيراهما إليهما فيقول فيقول المؤمن دعوني أبشر أهلي دعوني أبشر أهلي فيقال له أسكن أما المنافق فيقعد إذا تولى عنه أهله فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري أقول كما يقول الناس كل عباه والنشأ اللي نشأها ممن يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى والمشركين وعباد البقر والبوذيين والملاحظة نشأوا على التقليد فيقول كنت أقول أقول كما يقول الناس فيقال له لا دريت هذا مقعدك الذي كان لك في الجنة قد أبدلت مكانه مقعدك من النار اللهم إننا نعوذ بك من ذلك وهذا الحديث يدل على مسألة عبوذية الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله ليس كالكفرة الغلاة من الصوفية الذين يقولون أنه غير مخلوق فهؤلاء كفر والآياذ بالله يقولون أن الرسول هو النور الذات لله عز وجل ويفترون على الله الكذب فما قال الله ذلك وإنما هو سراج منير صلى الله عليه وسلم بهداية القلوب وعبد ورسول قال إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وأنه لما قام عبد الله يدعوه نبرع إلى الله من ضلالهم قال جابر فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث كل عبد في القبر على ما مات عليه المؤمن على إيمانه والمنافق على نفاقه ده بعث في القبر يعني رد الروح إليه ليسأل قبل البعث يوم القيامة قال إسناده صحيح على شرط مسلم ولم يخرج وروا الإمام أحمد عن أبي سعيد خدري قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جنازة شهدنا مع رسول الله صلى الله وآله وسلم جنازة أو جنازة إله ما صحيح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن هذه الأمة تبتلى في قبولها فإذا الإنسان دفن وتفرق عنه أصحابه جاءه ملك في يده مطرق المطرق ما يطرق به على الحديد فيضرب به أو يعني المثل فيما يضرب به الناس قال في يده مطرق فأقعده قال ما تقول في هذا الرجل فإن كان مؤمنا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله فيقول له صدقت ثم يفتح له ثم يفتح له بابا إلى النار فيقول هذا كان منزلك لو كفرت بربك نعوذ بالله فأما إذ آمنت فهذا منزلك فيفتح له بابا إلى الجنة فيريد أن ينهض إليه فيقول له أسكن ويفسح له في قبره وإن كان كافرا أو منافقا يقول له ما تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فيقول لا دريت ولا تليت ولا اهتديت لا دريت بنفسك ولا اتبعت من يدري ولا اهتديت إلى الحظ قال فيقول لا دريت ولا تليت ولا اهتديت ثم يفتح له بابا إلى الجنة فيقول هذا منزلك لو آمنت بربك نعوذ بالله إلى الكفر فأما إذ كفرت به فإن الله عز وجل أبدلك به هذا فيفتح له بابا إلى النار هذا للحسرة يتحسر على ما فاته وكان أعد له لو آمن فيزداد حسرة ثم يقمع قال ثم يقمعه قمعة بالمطراق يسمعها خلق الله عز وجل كلهم غير الثقلين يضربه ضربة على رأسه فينقمع ويخضع ويذل نعوذ بالله فقال بعض القوم يا رسول الله ما أحد يقوم عليه ملك في يده مطراق إلا هيل عند ذلك هيل زينهار أو عجز أو خاف خوفا سديدا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول ثابت وهذا أيضا إسناد لا بأس به فإن عباد بن راشد التميمي روى له البخاري مقرونا ولكن ضعفه بعضهم حسن حسن ده الملك الأصمي الأخد لا ما عندناش معرفة ده بعد كده ممكن ده يقيد له الأصمي الأعمى الأصمي أو كان بعد ذلك لكن الملك بيتكلمه ماشي بس ده عند السؤال يعني الملك ده مش أبكم لإنه بيكلمه مخبلك ويسمع إجابتها اللي بعد كده هو اللي هيقيد له أعمى أصمك لكن المتراق ده موجود لكل واحد والمتراق نفسه من الفتنة إنه يوقف على رأسي بمتراق فهذا فتنة عظيمة ممكن ما يعرفش هو بيسأله سؤاله عن هذا الرجل فهو يعني لا يدري ماذا سيفعل به اللهم إننا سألك العافية اللهم ثبتنا بالقول الشابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصالح قالوا اخرجي أيها النفس المطمئنة طيبة أنا عندي خروج أيها النفس المطمئنة في نسخ أيها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب قال اخرجي أيها النفس المطمئنة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضان اللهم نسألك الروح والريحان اللهم اجعل نفوسنا مطمئنة طيبة قال فلا يزال يقال له ذلك حتى تخرج أي تخرج الروح تخرج بسهولة ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا فيقال فلان فيقولون مرحبا بالروح الطيبة كانت في الجسد الطيب ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضان قال فلا يزال يقال له ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل التي فوقها الله عز وجل لأن الله فوق عرشه فوق السماء السابعة قال وإذا كان الرجل السوء قال اخرج أياتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرج ذميمة وأبشري بحميم غساقة وآخر من شكله أزواج فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيست يستفتح لها فيقال من هذا فيقال فلان فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث يرجع يرجع ذميمة فإنه لا تفتح لك أبواب السماء فيرسل من السماء ثم يصير إلى القبر فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول ورواه النسائي وابن ماجة من طريق ابن أبيذ بنحوه أقول قولي هذا واستغفر الله لكم